الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في كراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى نتم فيه بإذن الله عز وجل كتاب الإيمان فليتفضل القاري بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها فهو له صدقة قوله إذا أنفق الرجل المسلم لفظة الرجل ليست مرادة لذاتها بل لو وجدت نفقة من امرأة على قرابتها دخلت في هذا الحديث وقوله نفقة يشمل المأكولة والمشروب والملبوسة والمسكونة والمركوب فكلها فيما يدخل في اسم النفقة بل يدخل فيها أيضا ما يتعلق بتهيئة أمر الإنسان في نكاحه وفي غير ذلك من أموره وقوله على أهله يعني حتى ولو كان ممن تلزمه نفقتهم قوله وهو يحتسبها أي أنه يطلب أجرها من الله تعالى فمن كان ينفق على نفسها وعلى أهل بيته وهو يطلب الأجر من الله في هذه النفقة كانت له هذه النفقة صدقة بحيث يؤجر عليها ففي هذا الحديث أن المعول عليه النيات وأنه لا يؤجر لإنسان إلا إذا نوى بعمله الآخرة كما في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وفي هذا الحديث أن الأمر الواجب قد يؤجر العبد عليه متى نوا به التقرب لله سبحانه وتعالى وفي هذا الحديث فضل نفقة الإنسان على نفسه وعلى أهل بيته وفي هذا الحديث أيضا أن من سعى لنفقة تكون على أكمل الأمور وأتمها يحتسب الأجر فيها فإنه يكون مأجورا فتنميق الإنسان لبيته الذي يسكنه ويسكنه أهله يؤجر عليه متى نوا به الأجر والثواب من عند الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قالوا يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال فدل هذا على أن هذه الأمور محبوبة عند الله سبحانه وتعالى فإذا كان هذا في أمر الثياب والنعال فغيرها مما يكون من النفقة يدخل في هذا الباب فيكون محبوبا عند الله جل وعلا وبهذا نعلم خطأ فهم كثير من الناس للزهد الشرعي فإن الزهد لا يعني ترك الدنيا فإن الزهد في لسان الشرع لا يعني ترك الدنيا وإنما يعني استعمال الدنيا فيما ينفع في الآخرة ولذا كان سليمان وداود من الزهدين مع ما آتهم الله من نعم الدنيا الكثيرة وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الذين اشتغلوا بالتجارات من الزهدين كعثمان وعبد الرحمن بن عوف فإنهم استعملوا هذه الدنيا فيما ينفعهم في الآخرة مع ما وسع الله عليهم به في الدنيا ولعل من شاء هذا جاء من بعض الديانات الأخرى التي يكون الرهبان فيها تاركين للدنيا غير آبهين لها فهذا المفهوم ليس مما جاء به شرعنا ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ومن قوته قوته في المال وقال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا اليد المنفقة المعطية قد قال الله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا فَسَمَّاهُ خَيْرًا وقال تعالى وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَاءَمَا وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْرِّقَابَ ومن هنا نعلم خطأ فهم كثير من الناس لمبدأ الزهد في الشرع وقد قال الله تعالى كما سمعنا من الإمام قبل قليل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والاستثناء من النفي إثبات معناها أن من أتى بالقلب السليم والنية الصادقة فإنه في يوم القيامة ينتفع بماله وولده ومثله في قوله تعالى وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفًا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَيْكَ لَهُمْ جَزَاءُ ضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ فمعناه أن أموالهم وأولادهم تُقَرِّبُهُمْ عِندَ اللَّهِ زُلْفًا لَمَّا استَعْمَلُوْا في مراض الله جل وعلا وأما من استعملها في المعاصي فهذا ممن شاركهم إبليس فيها ولذا قال تعالى حاكياً عن إبليس مقالته وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً حسنا الله إليكم قال عن سعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني يوم أحجة الوداع وأنا مريض بمكة من مرض اشتد بي أشفيت منه على الموت وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة فأوصي بمالي كله قال لا قلت أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت أفأتصدق بشطره قال لا قلت فالثلث قال الثلث يا سعد والثلث كثير إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك قلت يا رسول الله أو خلف بعد أصحابي عن هجرتي ادعو الله ألا يردني على عقبي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعه ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم ولكن البائس سعد بن خوله يرفي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على جبهتي ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشفي سعداء وأتمم له هجرته فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة قوله هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني أن يزوره بسببي أنه قد مرض قال عام حجة الوداع وهذا في السنة الحادية عشر أو في آواخر العاشرة وكان ذلك بمكة قال وأنا مريض بمكة من مرض اشتد بي أي بلغ شأوا بعيدا قال أشفيت منه على الموت يعني قاربت الموت بسبب شدة ذلك المرض وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها يعني أن سعد بن أبي وقاص يكره ولا يرغب في أن تكون ميتته في مكة لأنه قد هاجر من مكة وكانوا يظنون أن من عاد إلى الأرض التي هاجر منها فمات فيها أنه يذهب عنه أجر هجرته ولذا كره أن يموت في مكة من أجل أن يمضي له أجر هجرته فقال سعد لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى أي وصلت إلى حالة شديدة بحيث أن الوجع والمرض وصل بي إلى درجة أخشى معها من الهلاك وأنا ذو مال كثير أي عندي أموال طائلة وهذا أيضا يشير إلى ما ذكرته قبله فيما يتعلق باكتساب المال وعدم منافات ذلك للفضيلة والزهد الشرعي قال ولا يرثني أي أنه لم يترك من الورثة إلا ابنة له واحدة لكنه بعد ذلك أحياه الله وجاءه عدد من الأولاد من أشهرهم قيس بن سعد بن أبي وقاص وكان من العلماء الفضلاء قال سعد أفأوصي بمالي كله يقول هذه البنت لا تحتاج إلى مال كثير فهل أقوم بالصدقة بجميع مالي من أجل أن أنتفع به في آخرتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أي لا تفعل ذلك من الصدقة بجميع مالك والوصية لما بعد الموت بجميع المال فقال سعد أفأتصدق بثلثي مالي يعني أنه أراد أن يتصدق من ماله بالثلثين ويبقي لابنته الثلث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أي لا تفعل ذلك وفي هذا تقدر أنه لا يجوز لك أن تفعل هذا فقال سعد فقلت أفأتصدق بشطره قال سعد فأفأتصدق بالثلث فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث يا سعد والثلث كثير يعني أن وصيتك بالثلث أعلى ما يمكنك أن توصي به بعد وفاتك ثم علّل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إنك أن تذر ورثتك أغنيا يعني أن تترك وتدع ورثتك ومن أولادك الذكور والإناث أغنيا لا يحتاجون إلى الآخرين وخير وأفضل وأحسن من أن تذرهم أي تتركهم وتدعهم عالة أن يحتاجون إلى من يقوم بالمساهمة معهم فيما ينتابهم من النفقة يتكففون الناس أي يطلبون الناس ما يكفيهم مأونتهم وقال وإنك أي من شأنك وأنك لن تنفق نفقة أي لن تدفع شيئا من مالك لأهل بيتك تبتغي بها وجه الله أي تطلب رضى الله وتؤمل في أجره الأخروي إلا أجرت عليها أي أثابك الله عليها واعتبر لك صدقة قال حتى اللقمة يعني أن اللقمة التي تنفقها وقطعة الطعام التي تعطيها لزوجتك متى احتسبت الأجر فيها وجعلتها في في امراتك أي في فمها فإن ذلك يعتبر صدقة تؤجر عليه فقال سعد يا رسول الله أخلف بعد أصحابي عن هجرتي أي هل سيكون من شاني أن أموت بمكة ولا أستطيع أن أذهب مع الصحاب معك ومع الصحاب إلى المدينة مرة أخرى وبالتالي أكون قد تركت أجر هجرتي لكوني ميت في البلد الذي هاجرت مع منه فكان ذلك مما يقلق سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه ولذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله أي يطلب من الله ألا يردني على عقبي أو على عقبي يعني ألا يجعلني أموت في مكة وبالتالي يبطل أجر هجرتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف أي لن تبقى فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة وفي بعض الروايات قال عسى أن يرفعك الله يعني أن يشفيك من مرضك الذي أنت فيه قال فتعمل عملا تبتغي أي تطلب وتريد به وجه الله أي رضاه إلا ازددت وعلوت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف بعدي أي لعل الله أن يشفيك وتبقى زمانا بعد وفاتي حتى ينتفع بك أقوام فينتفعون ببقائك سواء في أمورهم الدينية بأن يدخل في دين الله ويلتزموا بطاعته أو في أمورهم الدنيوية بأن يكون سببا من أسباب رزق بعض العباد قال وحتى يضر بك آخرون أن يلحق الضرر بعض بعض الناس بسبب بسبب أمر يعود إليهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الدعاء اللهم أي يا الله أمضي لأصحاب هجرتهم أي لا تجعلهم يموتون في مكة فيكون ذلك سببا من أسباب قطعهم للهجرة التي هاجروها من بلد الشرك إلى بلاد الإسلام ولا تردهم أي لا يكن من شانك أن تعيد الصحاب إلى مكة فيموت فيها فيبطل أجر هجرتهم قال وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ يعني بعودتهم إلى البلد الذي هاجروا منه ثم قال لَكِن البائس سَعْدُ بْنُ خَوْلَهِ وَذَلِكَ أَنَّ سَعْدًا كَانَ مِنَ المُهَاجِرِينَ فَذَهَبَ مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فَمَاتَ بِهَا وَلِذَا ظَنُّوا أنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ أَجْرَ هِجْرَتِهِ قال ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على جبهة سعد يعني أعلى وجهه ثم مسح يده على وجهي وبطني وكان يقرأ عليه صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم اشف سعدا أي عاف وأزل المرض الذي فيه وأتمم له هجرته بأن لا تميته في مكة بل تعيده إلى المدينة قال سعد فما زلت أي كان الشأن المستمر معي أنني لا زلت أجد وأحس برد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على كبدي فيما يخال أي فيما أظنه إلي حتى الساعة يعني حتى الوقت الذي تكلم فيه بهذا الكلام ففي هذا الحديث من الفوائد اعتبار الأعمال بالنيات والمقاصد كما في قوله إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها فقال تبتغي بها وجه الله وفي هذا الحديث فضيلة زيارة المرضى والأجر المرتب عليها وقد جاءت نصوص ترغب في عيادة المرضى ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع وفي هذا الحديث ذكر شيء من واقعة حج الوداع وفي هذا الحديث جواز وصف الإنسان نفسه بالمرض على جهة الإخبار ولذا قال وأنا مريض بمكة وفي هذا الحديث أن أهل الإيمان يصابون بالأمراض وأنه لا يستنكر إصابتهم بذلك حتى ولو اشتدت أمراضهم إذا كان أنبياء الله قد أصيبوا بشيء من ذلك فلا يبعد أن يصاب بعض عباد الله به وفي هذا الحديث أن من مرض مرضا يخاف عليه من الموت فإنه يعد مرض الموت وبالتالي لا تنفذ وصيته ولا عطيته إلا في الثلث فقط وفي هذا الحديث أيضا قال وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها فيه أن كراهية الإنسان للموت على حال لا تنقص من مكانته ولا يعد مخالفا للشرع في ذلك فقال سعد يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى فيه جواز الإخبار عن نفسه بأنه قد مرض وقول هوان ذو مال كثير فيه إخبار الإنسان بنعمة الله عليه فيما حصله من المال الكثير خصوصا إذا كان له مناسبة قوله ولا يرثني إلا ابنة لي فيه أن الرجل إذا لم يكن له قرابة إلا ابنته فإنها ترثه قال أفأوصي بمالي كله أي هل أبذل جميع ما لدي من المال وأجعله في أعمال الخير بعد وفاتي وصية بهذا المال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أي لا يصح لك أن توصي بجميع مالك فقال سعد أفأتصدق بثلثي مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تتصدق بثلثي مالك قال فقلت أفأتصدق بشطره الشطر هو النصف وفي هذا أن من نوى عبادة بعضها يخرج عن حد المأذون فيه في الشرع فإنه حينئذ يقتصر في عبادته على حدود المأذون به في الشرع وفي هذا الحديث جواز وصية الإنسان لأعمال الخير أو لقرابته بثلث تركته وفي هذا الحديث أن البنات يرثنا ورد أن البنت الواحدة إذا لم يكن معها معصب ولم يكن معها بنت أخرى فإنها تأخذ النصف بقوله تعالى يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وفي هذا الحديث جواز الوصية بالثلث وقد استنبط بعض أهل العلم أن الأفضل أن تكون الوصية أقل من الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير وفي هذا الوصية بجزء مشاع من التركة وهذا جائز وإن كان الأفضل منه أن يوصي بأعيان محددة فيقول البيت الفلاني أو العمارة الفلانية أو نحو ذلك من الأمور المحددة المعينة لأنه يمكن إخراجها وفرزها عن بقية التركة بخلاف ما إذا كانت الوصية بنسبة وملك مشاع فإنه قد يصعب إخراج الوصية من التركة وفي هذا الحديث أن الأفضل في حق الإنسان أن يترك لورثته مالا ينفعهم ويقوم بحوائجهم ويغنيهم عن سؤال الآخرين وفي هذا الحديث أن ترك الإنسان لتركه من بعده لورثته إذا احتسبها أجر عليها فإنه بذلك يوافق أمر الشرع وقوله هنا وورثتك إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير يعني أفضل وأحسن من أن تذرهم أي تتركهم عالة أي لا يجدون ما يتمكنون به من النفقة على أنفسهم وبالتالي يذهبون لغيرهم لينفق عليهم وفي هذا الحديث فضيلة نفقة الإنسان على أهل بيته فقال فقال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها وفي هذا أنه ينبغي بالإنسان أن يسعى لتصحيح نيته لينال الأجور الكثيرة بسبب ذلك وفي هذا الحديث أن من قام بالنفقة على نفسه أو على أهل بيته فإنه يؤجر على ذلك فالهدية التي يدفعها الزوج لزوجته واللباس الذي يدفعها لها وبقية أنواع ما يحتاجون إليه يؤجر العبد عليه متى نواب ذلك التقرب لله جل وعلا قوله حتى اللقمة تجعلها أي لقمة الطعام إذا وضعتها في في امراتك أي في فمها فإنك تؤجر على ذلك قال سعد فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحاب عن هجرتي ظن سعد أنه إذا مات في مكة بطل أجر هجرته لأنه قد عاد إلى البلد الذي هاجر منه فلذلك اهتم بهذا الأمر وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن لا يموت بمكة بمكة وفي هذا الحديث جواز أن يطلب الإنسان من غيره أن يدعو له وأن ذلك لا ينقص من درجة العبد فسعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة ومع ذلك خشي أن يرد على عقبه فيموت بمكة وفي هذا الحديث علامة ظاهرة لصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقد أخبر صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي وقاص بأنه يخلف أي يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وقع على وجهه فكان من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال ولعلك أن تخلف بعدي أي تبقى حيا بعد وفات حتى ينتفع بك أقوام وهم أهل الإسلام ويضر بكم آخرون وهم أهل وهم أهل الكفر الذين قاتلهم سعد في بلاد فارس وفي غيرها ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم أي لا تجعلهم يموتون بمكة واجعل موتتهم بالمدينة لألا يكون ذلك مبطلا لآجر الهجرة التي فعلوها وفي هذا الحديث فضيلة سعد بن خولة رضي الله عنه وفي هذا الحديث الدعاء للمريض بأن يشفيه الله ورقية المريض لألا تتجاوز به لألا تتجاوز به هذه الأمراض وبالتالي لا يتمكن من طاعة الله تعالى وفي هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لأن يشفيه الله وقد أجاب الله دعاه وفي قوله هنا وأتمم له هجرته لا تجعله يموت بمكة وبالتالي يذهب أجر هجرته أو بعض ذلك الأجر وفي هذا الحديث بركة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم قوله هنا بايعت رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد أهل الإسلام في ذلك الزمان ومن هنا فإن البيعة تؤدي إلى اجتماع الكلمة وتآلف الناس وما إذا تفرق الناس وفإنه لا يصح أن يبايع بعضهم بعضا أمر الهجرة من الأمور أمر وأمر الاجتماع والبيعة من الأمور الخفية التي تحتاج إلى إسنادها إلى أصحاب الولاية قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على التمسك بدينهم ولذا قال جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة قال فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم فهذا مما بايع عليه جرير رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا مشروعية البيعة للإمام أو نوابه من أجل أن يكون ذلك دافعا للناس للقيام ببعض الأعمال قوله هنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فيه فضيلة هذه الأعمال وعظم أجرها وفيه البيعة عليها وقوله والسمع أي الاستجابة لأوامر صاحب الولاية والطاعة له ففي هذا فضيلة السمع والطاعة للولاة وعظم أجر من كان شأنه كذلك قال فلقنني يعني لما بايعت على هذا الكلام أخبرني ورغب مني أن أقول فيما استطعت فهذا هو حد قدرة الإنسان أما ما عجز عنه فإنه لا يبايع له قال والنصح أي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح أي عدم الغش والغدر والخديعة بأي مسلم بل من شأن المسلم أن يكون ناصحا لجميع أهل الإسلام حسن الله إليكم قال عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحميد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني ناصح لكم ثم استغفر ونزل قوله هنا عن زياد بن علاقة هذا تابعي ومن علماء التابعين قال سمعت جرير بن عبد الله والبجلي رضي الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة أي أنه تكلم في يوم موت المغيرة المغيرة بن شعبة الثقفي قال قام فحمد الله أي وصفه بالوصف الجميل وأثنى عليه أي كرر الفاض المدح والثناء وقال عليكم باتقاء الله وحدا أي ليكن من شانكم أن تخافوا من عذاب الله فتجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية قوله والوقار أي أنه أمرهم ورغبهم في الوقار والسكينة بلزوم الأرض وعدم الخروج أو المطالبة بأشياء من أحوال الناس عند فقد الولاية قال استمروا على ذلك حتى يأتيكم أمير قد وجهه الخليفة أبو بكر فهذا الأمير سيأتيكم قريبا ولا زال أبو بكر يتنقى في الرجال ثم قال جرير بن عبد الله في خطبته استعفوا أن يطلبوا العفو والتجاوز لأميركم فإنه كان يحب العفو أي الصفح والتجاوز عن الآخرين ثم قال جرير أما بعد فإني آتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي الاستثناء فقال والنص لكل مسلم قال فبايعته على هذا قال ورب هذا المسجد يقسم بالله تعالى الذي هو رب للمسجد الذي كان عندهم إني لناصح لكم وقد ذهب إلى أطراف المدينة من أجل أن يعلمهم بوجوب السمع والطاعة وأن يذكرهم بذلك فلما خطب بذلك قال إني ناصح لكم أي لم أرغب فيكم إلا أن تصلوا للخير قال ثم استغفر أي طلب من الله أن يغفر له ونزل أي من المنبر الذي كان يخطب عليه قوله هنا يوم مات المغيرة بن شعبة مغيرة من كبار علماء الصحابة وذسلم في أوائل البعثة قام جرير فحميد الله أي ذكره بالأوصاف الجميلة الاختيارية وأثنى عليه أي كرر المدح والثناء ثم قال عليكم باتقاء الله وحده أي بالخوف والحذر من أن ينزل بكم العقوبة وقال كذلك وعليكم بالوقار والسكينة فالوقار في الهيئة العامة السكينة في حركات الجوارح وتحركهما أمام الإنسان يشوش عليه فقال جرير بن عبد الله عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له أي ليكن من شأنكم أن تحذروا من عقوبة الله ومن وجود بعض الناس الذين قد يكون من شأنهم ذلك الأمر قال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة في فضيلة آذان الخلقان ولا يتاب عليهما لأنهما من قوله هنا باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة الوقار والسكينة لا يتاب عليهما إلا إذان والإنسان بهما التقرب لله تعالى فمتى كان كذلك كان مأجورا على الوقار والسكينة ومما يوصى به في أمر السكينة السكينة عند الذهاب لصلاة الجماعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا الحديث وقوله حتى يأتيكم أمير أي أن الخليفة سيكلف أميرا بدل أميركم المغيرة بن شعبة فإنما يأتيكم الآن أي سريعة ثم قال في الحديث أيضا طلب العفو للأموات والعفو من الأخلاق الفاضلة التي يؤجر العبد عليها وفي هذا الحديث مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وفيه أيضا أن من العبادات التي يتقرب بها لله النصح لكل مسلم والمراد به اختيار أفضل الأمور وأحسنها لغيرك كما تختاره لنفسك قال جرير فبايعته يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا في هذا دليل على جواز اشتراط عدد من الشروط في البيعة أو في الإسلام وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم وفي هذا الحديث قسم الإنسان للآخرين ليخرج ما يضمره في نفسه متى علم أو غلب على ظنه أنهم يصدقونه وفي هذا الخبر مشروعية الاستغفار حال فراغ الإنسان من خطبته في هذا الخبر مشروعية وضع المحراب الذي يرقى عليه في المواعظ والخطب بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله جل وعلا إيمانا يملأ قلوبنا ويحرك جوارحنا ونسأله جل وعلا صلاحا للأحوال واستقامة لها وتسديدا للحال كما نسأله جل وعلا لموتانا وموت المسلمين رفعة درجة وعلو ومنزله بفضله وإحسانه هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موسيقى 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 موسيقى